جوزيجو ميز رأيك في ايه؟ حلو اللي بتسعملي حلو اللي بتسعملي لا انا جاي في وقته هو وقت فيه بطولة فلازم اقول كل مدرب مادرات بخلاص لا 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 خالص خالص على فكرة الراجل ده انا اعدت معاه مرة بالصدفة يعني مرة الوحيدة اللي قابلته بالصدفة كان فيه صديق مشترك فتقابلنا وكلمنا راجل محترم جدا جدا وكلمنا في نقطة بتاعت هو مدرب كبير لكن الفترة اللي فاتت كلها تسيبك بالسوبر لان السوبر ده احداثه المفروض لوحدها ملاش علاقة ب الاحداث اللي حصلت والدور يبعدنا عنه والانسحاب والكلام ده كله خلاني ده حقيقة مش عارف قيم التجربة بتاعته لحلو عادي لا يعني فترة من الفترات مش عارف هقيم التجربة بتاعته يعني مش عارف هو عنده سلبيات وعنده ايجابيات بس الظروف والخط اللي هو ماشي فيه انا مش عارف اقاية امم مش عارف اقول بجامد لا ده مدرب كبير ولازم يقعد معنا سنتين تر حتى ما عاكم فيدرالية والسوبر انت قلت له السوبر اللي ممكن عشان مباراة واحدة وظروفها وهو اضاره بشكل كويس جدا لكن الزمالك السنة اللي فاتت عشان ما كنتش باقول كلام ولما اخد السوبر اقول كلام تاني ايوه احنا يعني الزمالك طموحنا وامكانيات النادي واللعيبة الموجودة بفروض نبقى اشرس من كده كبطولات الزمالك اللي فاتت كان لازم نطلع ببطولات اكتر من كده لكن في الظروف اقاف قيده والسكوهاد بتاعك مش احسن حاجة طب وليه الزمالك ياخد بطولات اكتر من كده وهو عنده المشاكل دي يعني هو عنده نواقص في القوام بتاع الفريق او في عمك التشكيلة يعني في بطولات هكيمه زي السوبر مثلا لو كلمت عنها هو ليه انا مثلا كنت متطمن انا قبل المطش متطمن وحاسي ان الزمالك لا المطش خمسين خمسين ليه معين الزمالك نفس الاسكوهاد مثلا او مازلتش كتير مطشات السوبر اللي هي 90 دقيقة او البطولات اللي هي بتبقى مثلا مطشين تلاتة دي سهلة تاخدها بسكوهاد حتى لو 16 لعيب لو عنده 15 لعيب جاهزين ممكن تاخد بطولة اللي هي بتاعها 90 دقيقة ماشي او تاخد مثلا بطولة اللي هي اربع مطشات زي الكاس مثلا بس البطولة اللي هي 30 مطش او اكتر لا عايزة سكوهاد كبير عايزة سكوهاد كامل فالسكوهاد ده السنة اللي فاتت ما كانتش متوفر في الزمالك عشان كده احنا بعيدنا على الدوري اه انت قلت او ان المشكلة ما كانتش في جوزيجو ميز نفسه انه ما كانتش في عمكة في التشكيلة اوه ما عندوش قايمة مكتملة انت مثلا مدير فن النادي الزمالك ممكن ما لوموش على الدور بس بلومه مثلا ممكن لومه لو موضوع الكاس مثلا كان لازم نكمل فيه وياخد الكاس اه انه الموسم كون في ضربية وكاس كان يبقى حلو كده اه طبعا طبعا انت قلت الفرج عليك مدرب ايه هو اللي انت شايف عم حاجات كويسة مدرب هادي مدرب اه عارف ان اسلاحه اللعيبة فوقف جنب اللعيبة ممتاز وده النقطة اللي انا اتكلمت معا فيها لان فيه مدربين كتير مدربين كتير انت عارف انا في المطبخ قوي ففاهمت داني مدربين كتير هدفهم انهم يرضوا الادارة بس عشان يعودوا سنتين ثلاثة واللعبة اللي هي سلاحه مسلا ما بيقوفش في ظهرهم المدرب ده لما كلمته اتكلم عن اللعبة كويس جدا وقف في ظهرهم وعايزهم ياخدوا مستحقاتهم يعني هو اللعيب سلاحك لو انت مش واقف جنبه وفي ظهره محس اللعيب ان انا في مدرب في ظهري هتخسر قط اللبس ودي مشكلة مستحل تكمل بس هو راجل هادي راجل اعتقد اعتقد كذبان اللعيبة بشكل محترم جدا بسكوات مش مش الافضل وقدر يطلع من الموسم لو حسبنا البطولة دي من الموسم خد بطولتين مهمين جدا فدي شطارة اه والعدل اللي عاملوا كمان مع الناصر منسي عدل يعني اللي هو الراجل ناصر مادلوش كتير في اوقات كتيرة جباهيل كمان اصلا مش عايز ناصر منسي انا كنت مفراجع على بعض مفراجع الموراق مع بعض الزبالكوية وفي ناس صحبنا عاديين اوما شافوا الناصر منسي على الخط تقالك بس خلصت الحكاية خلصت راجل فعلا انه يبقى مقتنع ويدى الحماس للعب بتاعه حتى لو الناس كلها مش مقتنعة بيه يسجلوا يكسبوا اللعيب ودير سلب تبقى من مدرب للعبة دايما انت لو اللعيب انا مش وصك فيك مش هنزلك اخر 10 دايق انا اخر 10 دايق دول بنزل اللعيب عشان يعمل لي حاجة المغلوب واحد فبنزل اللعيب عشان يضيف لي اضافة باخد الرزق في حتة معينة فانت خلاص الديت والثقة فانا لو ما عنديش ثقة فيك مش هنزلك اصلا مش هبصلك مش شايفك فان انا انزلك في اخر ربع ساعة وانا محتاج انه نكسب وارجع في النتيجة دي رسالة مهمة ان انا محتاجكه انا وصك الناس دي فهو ربنا اكرمه عشان اعتقد انه هو في ظهر اللعيب بشكل كويس عصيب